نلاحظ كما ذكرت لك أن هناك استهداف متكرر ومتعمل للمنازل في الساعات الماضية كما ذكرنا أن هناك سبعة منازل على أقر رصدناها في الساعات الماضية منذ الليلة الماضية والآن يتجدد الاستهداف سواء في منطقة دير البلح في وسط قطاع غزة وقبل ذلك في منطقة خان يونس شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة إذن نتحدث الآن عن تسعة منازل على الأقل هذا ما استطعنا أن نرصده خلال تقطيتنا في الساعات الماضية لكن ربما يكون هناك أيضا استهدافات أخرى في مناطق الأطراف لم يجري ملاحظتها أو رصدها لذلك العدد مفتوح فيما تعلق استهداف المنازل هذا التكثيف الممنهج لاستهداف المنازل بطبيعة الحال يثير حفيظة وغضب الفصائل الفلسطينية التي طالبت أكثر من مرة تحييد هذه المنازل وتحديد المناطق السكانية عن دائرة النار الإسرائيلية لذلك مواصلة جسد احتلال بهذا السلوك العسكري الذي يتعمد فيه أن يحيد هذه التحذيرات الفصائلية ويعاود قصف هذه المنازل طارة يكون فيها مواطنين وطارة بطبيعة الحال تكون مخلا ولكنه ما زال يمس هذه البنية السكانية والمناطق الحيوية المختلفة من قطاع غزة يجعل دائرة النار في قطاع غزة لا تتوقف وبطبيعة الحال يزيد من شهية الفصائل ورغبتها في الرد وأيضا المواجهة لعلني حسين أحاول أن أرصد ما يريد من أخبار لكن على أية حال ليس هناك شيئا مهما إذن نواصل حسين استهداف متكرر المنازل وأيضا بخلاف هذا السلوك العسكري الإسرائيلي الذي شاهدناه قد تكرر في الأيام الماضية نلاحظ أيضا قصفا مركزا من المدفعية الإسرائيلية التي وجدناها تقصف في أغلب المناطق وتحديدا في الشمال وفي الشرق وأيضا في جنوب قطاع غزة في رفح وفي خنونس في المناطق الحدودية المتاخمة والعديد من هذه القدائف المدفعية حسين سقطت بالفعل على منازل بعض المواطنين المخلاة وأحداث حرائق سواء في السيارات أو في المحل التجارية المجاورة لأماكن القصف المستهدفة لذلك هناك تنوع في طبيعة هذه الضربات الإسرائيلية التي بطبيعة الحال قضت على أشكال متعددة من القطاعات السكانية وأيضا الزراعية وأيضا الصناعية وأيضا التجارية لا تكاد تحص هذه القطاعات وجميعها بطبيعة الحال جراء هذه الأيام العشر من العدوان ما زالت تتلقى الضربات والخسائر لذلك الساعات المقبلة هناك تساؤل كبير حول شكل الردود الفصائلية هناك تساؤلات كبيرة حول ما يمكن أن تصل له الأطراف المتفاوضة أو المتحاورة لبحث إطلاق النار إذا ما كان هذا الأمر سينجح عملاه في الساعات المقبلة لكن على أقل تقدير التصريحات الإسرائيلية لا تشير إلى ذلك نفي حركة حماس بأن هناك أنباء إسرائيلية تقول بأنها وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس نفت هذا الأمر وتبضيعة الحال الميدان سيبقى مفتوحا على هذه الرواية الإسرائيلية التي تقول بأننا أمامنا على الأقل 48 ساعة لاستمرار هذه العملية والواضح بأن جيش الاحتلال من خلال هذا التكثيف المركز لاستهداف المنازل يبحث عن شيء ما ترجمة نانسي قنقر